ضمن سلسلة الفيديوهات المدبلجة للشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله نقدم لكم الباقة المدنية المدبلجة إلى العربية بعنوان أيها الإخوة المسلمون التزموا بتقوى الله مهما يكون أصدقاؤكم متقين في الظاهر عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل مما جالسهم السيئة والغافلة عن ذكر الله تعالى بعدما تنتهون من النشاطات الدعوية في الليل عليكم بالنوم المبكر لأن نوم الليل يمنح الجسم صحة أفضل من نوم النهار كما قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون قال الشيخ المفتي حكيم الأمة أحمد يارخان النعيم رحمه الله تعالى في تفسيره نور العرفان تحت هذه الآية علمنا أن أفضل وقت للعمل هو النهار وللنوم هو الليل لا ينبغي لك أن تسهر الليل بلا حاجة وتبقى فارغا في النهار إلا إذا كان يجب عليك أن تعمل ليلا فأنت مضطر كما هو حال العمال ليلا يناسبك قبل أن تحدد وقت العمل أن تنظر إلى كيفية العمل ونوعه مثلا الذين ينامون باكرا يشعرون بالنشاط صباحا ولهذا يناسبهم وقت الصباح لأمور التعليم قد ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها ولهذا ينبغي لك أن تحاول أن تحدد وقت العمل من استيقاظك صباحا إلى نومك في الليل مثلا سأصل التهجد ساعة كذا وكذا ثم صلاة الفجر مع الجماعة في الصف الأول وأحضر في حلقة تفسير القرآن التي تنعقد وفق جوائز المدينة ثم أصل صلاة الإشراق وصلاة الدحى ثم أفطر وأعمل بالمعاش ساعة كذا وأتغدى ساعة كذا ثم أصحب الصالحين ساعة كذا وكذا وإن لم تجد صحبتهم فاجلس وحدك هو أفضل هكذا أخي ينبغي لك أن تحدد وقتا للعمل قد يصعب عليك تنظيم الوقت في البداية لكنك ستتعود عليه شيئا فشيئا بعد ذلك سترى في نفسك أنك بإمكانك فعل ذلك وسترى فوائده إن شاء الله تعالى صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد عليّ محاولتو إصلاح نفسي و جميعي أناسي العالم إن شاء الله عز وجل